بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنالكلم على خطة تنفيذ البيم. ايه الخطوات اللي هنمشي عليها بحيس ان احنا نقدر نطلع مشروع كويس. البيم بيجي بعد حاجة اسمها الـ EIR اللي هي المالك عايز ايه. يعني هل هو مسلا عايز صمم فيلا ولا عايز صمم عمارة وهل ليه عمارة سكنية ولا عمارة هيأجرها اوفيس مكاتب. فلازم ابعارف ايه اللي هو عايز يفكر فيه. بنقعد معاه بنشرح له بنقعد نشوف هو بيفكر في ايه. برا وقلم كده بنكتب ايه الحاجات اللي هو محتاجها مننا. ممكن اورره شوية موديل قديم بحيس ان هو يبدأ يقول اه انا عايز حاجة عربية من ديت. لا ده مش تدار اللي نفكر فيه. يعني يبدأ يفكر مع بعض ونبدأ نتفق مع بعض. هل هو عايز 3D ولا 4D ولا 5D ولا طب هل هو مركز على ايه. هل هو مركز مثلا على السستنبلاتي ولا مركز على الوقت ولا مركز على الفلوس ولا مركز يعني افهم اا العقلية بتاعت الراجل اللي جاي يقول لي يعمللي اا موديل بيم. اا طيب بعد ما فهمت اللي العقلية بتاحته بنعمل بيم اكسوشن بلان. البيم بتعمل على المرحلتين. قبل ما نمدل عقد بتبقى فيه بيم اكسوشن بلان. بنتفق على الخطوط العامة لو اوافق عليها وماضينا العقد بنبدأ نكتب التفاصيل اكتر وتبقى ملزمة لنا طول فترة المشروع بحيث ان انا بكتب فيها كل التفاصيل اللي انا ممكن احتاجها يعني مثلا على سبيل المثال البروجيكت انفورميشن تمام ودي بتبقى مكتوبة في الورقة وبرضو لازم بتبقى يعني البروجيكت انفورميشن بتبقى موجودة في المشروع نفسه بتبقى موجودة في الموديل نفسه بدخلنا انا المعلومات دي موجودة حسنا انا احد يفتح الموديل اللي بعرف الموديل ده بتعنيه مشروع اسم المشروع اسم المالك ازاي بتصل بالمالك لو في اي وقت عايز تصل بيه هستلمو ازاي العنوان بتاع المشروع بغرضو بكتب جزء اساسي البروجيكت من الناس اللي شغلين في المشروع بيبقى عبارة عن جدول في كونتاكت نيم التايتل القامباني الايميل الفون عايز تصل بيه في اي وقت حصلت وهمت نيم بالنسبة لي البيم مانيجر والبيم كوردنيتور لان هم عليهم مسئولية فلو حصل اي مشكلة اعرف اتصل بيهم اعرف اجيبهم واعرف نحل المشكلة واعضاء الفريق برضو بيبقى مكتوبين الاهداف من المشروع برجكت جول هنوصل لفين الاستراتيجية بتاعتنا امتى نقول ان احنا خلصنا المين اللي لحق ان هو يوصل للموديل هل اي حد بنحاول ان هو يوصل للموديل ولا شركات معينة ممكن مسلا تكون فيه شركة معينة هتجي تعمل لنا جزء معين فهل لها الحق الصراحية لتوصل للموديل ولا انا هبقى الدولة مسلا تكادوها تكمل عليه بيبقى فيه اتفاق والافضل طبعا ان كل الناس اللي شغال في المشروع يبقى لها حق الوصول للحاجة اللي هي هتفادها 3D او بيم بحيس انها تقدر تهقق اعلى استفادة ممكنة لازم يبقاش فيه حاجة معلومة مستخبية او حد عايز معلومة مش قادر يحصل عليها اللي لازم يحدد من المالك بتاع الموديل دوت اساس ما انه موصلش في الاخر اني عد خاني لا دا المالك هو اللي لحق لا دا العمل الموديل هو اللي لحق لا يبقى متفين من الاول طيب الـ level of detail قد ايه level of information قد ايه طريق التسليم هتتسلم باني برنامج طب السوفتوير اللي هنشغل بيه ايه ممكن يكون في كزا سوفتوير هتشغل بيه تكتبون كلهم مين الشركات اللي هتبقى شغالة معك في المشروع لو انت اكتر من الشركة طب لو شركة واحدة تبقى اسمي الشركة دي ايه ايه المعلومات اللي احنا محتاجينها كـ infrastructure كل الحاجات دي لما تبقى واضحة في الاول بتسهل عليك اثناء المشروع ان احنا اللي بعارفين اه دا الحاجات دي اتعملت الحاجات دي ما تعملتش ايه اللي اللي راقس ايه اللي احنا محتاجينه فعلا اننا بيه نشوف الحاجات دي عملي ان ده مسلا اننا هنتكلم عن الـ AIR امبلوير information requirement بنبدأ ان نوصف المشروع هيبقى عمل ازاي مسلا فيلا مع حمام سباحة خمسة دوار عشرة دوار ايه المواصفات هيبقى فاقس انسير هيبقى فيه سلمين هيبقى فيه كم غرفة بنبدأ ان نتكلم على تكنيكال ايه البرامج اللي هنستخدمها ايه ممكن مسلا نتفق ان احنا مسلا هنستخدم برنامج ولياكم مسلا ايه سيبليتر ان احنا ايه حسبيه الموديل كلها دقيقة اللي في الافو دي تيل السيكوريت بتاعتنا طب هنشغل بقى الستاندرد البي اس 1292 مسلا القوبي هتنسى لهم ازاي الحاجات دي بنبقى ما لازم اتفقين عليها على اساس ان ما حصلش ايه اي مشاكل ونبقى فاهمين اللي العميل عايز ايه لو عنده اي اعترضات يعترض من دلوقتي تمام طيب تعال نشوف ده مسال مسلا واحد تاني واحد بعد ما نبدأ العقد هو الفرق بس ان 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 بعد ما نبدأ العقد بقي في تفاصيل اخطر واسماء اخطر ومصفات اكطر لازم ابدأ ان انا اكتب اسم المشروع والعنوان بتاع المشروع ورقب المشروع والتاريخ بتاعنا وبنبدأ نعمل document control sheet كل ما بتحصل تعديلها ب version 1 version 2 version 3 update وبنبدأ نحط مواصفات اللي احنا عايزينها بحط مثلا مين اللي هيشغل في المشروع والمسؤولات بتاحته ايه ممكن يكون فيه جهاز الشركة فكل شركة بتكتب المواصفات اللي هي عايزيها دي كايمة بتاع project information الحاجات اللي هاتفلنا عليها على AIR برضو بنحطها هنا اسم الشركة اللي هتشغل database software ال any version للsoftware يعني مثلا هتشغل مثلا بريفت 2016 نكتب بريفت 2016 بركي كاد 2015 نكتبها الفورمات اللي هيستلم من كومنت الحاجات هتستلم ازاي يعني مثلا موضي اللي هتسلم ولي DWG ولا PDF ولا IFC بنبدأ نحط مثلا اللوح هتتسلم ازاي السكادولات هتتسلم ازاي ممكن تكون انت في الشركة بشغلة بحاجة وفيه شركة تانية شغلة معها وعايز امتداد تانية فلازم يكون من الاول المتفقين على كل حاجة بدلا ما في الاخر تحسن مشكلة الاول شرط اخر النقر امتداد مي سابلاير اللي انا شغل عليه اللي شغل معي الاهداف بتاعت المشروع الكمباني سليوشان نتورك داتا بيس فايل بيس تمام والتاني ببس في شوية تفاصيل اكتر نظر ان ده خلاص احنا ما دهنا العادة ففيه مسلا عايز اتفات على حاجة اكتر زي ما انت شايف فيه موصفات اكتر يعني ممكن مسلا في القبل العادة ما نكونش انت خلاص عارف مين الفريق بتاعك دي وقت خاص تعرفت الفريق بالزبط هيبقى مين اللي شغال فيه فهتكتب اسم الشخص وهو ممكن تفعل الشركة والتليفون والايميل وكل واحد ايه الحاجات اللي مفروض يعملها ايه الحاجات المفروض منتظرنا منه الايه الصلاحيات بتاعته التواريخ بتاعت الحاجات كل مرحلة مسلا هنعمل فيها ايه وهنخلص قدقيه وهنسلم اللي ودي كام والتواريخ بتاعها يتقديه هننتعى السرفي بويند كلاود هتستلمى بقاني حاجة لو احنا عندنا ال اي دي ار هنبدأ نستلم مهمتها والسرفي ارجم بتاعتها تبقى فين ده مسلا الاسم المشروع هنشغل فيه في اسم مسلا الجورنق جديدة موجود في مصر البروجيكت انفروميشن التاريخ بتاعها الادوكومنت كنترول هيستلم مسلا ده الازهار التاني التالت الرابع المين الناس الشركات اللي شغالة ومين الصلاحيات ومين كل واحدة من مسلا بين مانجر الليد ديزاين البروجيكت منجر المعلومات بتاعت المشروع كل التفاصيل بتاعتها ال ا ا ا ا ا ا ا ار كلها بتكاتب الرفرنس اللي احنا نشغل بيه هل هو هيتعمل كل نكشن ما هي في اسموع م بنكم كل اسموعين بان احنا عايزين نتفق ايه سوفوفتوير اللي هيستخدم واستخدم وهيستخدم فارغ نزقية ل티 نكشنTeq وايء هين بابعة الديويور يستخدم فارغ غذائية البرجيكت المليمنتيشن بلان بتاعته البرسيس السوفتوير والزراب بتاعتها ده يمكن شكل مختلف عن اللي هناك فانت بشكل مهم تبقى كل المعلومات موجودة قادر المكان بحس ايه ما نقفش في اي حاجة مثلا الاركاد الشركة دي هتسمها كذا هتسلم لي هتشغل بالبرنامج كذا الفيرجن بتاعه كذا هتسلم لي امتدد كذا طب والشركة التانية اللي هتعمل مثلا الانشائية هتشغل برنامج كذا وهتديني الامتدد الفلاني اللي انا هتشغل بيه كل قسم بقى بيبدأ يشوف ايه اللي حيتلا واتشغل بيها اللي امتدددت اللي احنا هتشغل بيها هنتبادل معلومات ازاي الرسورس بتاعتي الاهداف بتاعتي مسلا هل انت مسلا ممكن في ديزاين ريفيو مسلا هاي بتعمل ازاي الفيس بلانينج التوريك بتاعتي كل المعلومات بتبقى موجودة في البمكستشن بلان بحيس ان احنا ما نجيش نتخنمها بعض في المحاكم ديبقى كل حاجة باطحة ان شاء الله اشتركوا في القناة